موسيقى اياب المجموعة الثانية التي تقام هنا في مدينة اللاذقية وتشرين هو بطل هذه المجموعة وخاصة في جمهور الحبيب الكبير طبعا لحتى نشوف كل ما يحصل في نادي شرين وأيضا في الدور السوري لهذه المجموعة اسمحوا لي أن أرحب بالمدير التنفيذي لنادي شرين الكابتن محمد محشي أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك ستاة زحمة كيف؟ أمور نادي شرين إن شاء الله بخير إن شاء الله بخير دائما المدير التنفيذي يعني تحسوا أنه هو المحور تقريبا بالأندية إن شاء الله الله يقدرنا فأنت على قدر المسؤولين إن شاء الله يا رب عم يساعدوك شباب أم عم يساعدوك؟ والله كلهم خير وبرك الموجودين حاليا بالنادي هم من أشرف وأخلص العالم لنادي شرين على كل حال نادي شرين يقدم موسم جيد وخاصة بقيادة الكابتن عمار شماني لكن الأهم الأهم إدارة نادي شرين تقوم بما عليها قدمت كل التسهيلات قدمت الأموال اللازمة قدمت المعونة اللازمة لأي اللاعب يحس حاله مظلوم لكن على كل حوال تشيرين اليوم في الموقع الرابع وهو ينافس على المركز الثالث صراحة مع نادي الاتحاد الاتحاد هو متصدر هذه المجموعة ب34 نقطة يليه الشرطة ب34 نقطة يليه الواحدة ب32 نقطة وله مبارتين مؤجلتين لنادي الوحدي ومنهم أيضا لنادي تشيرين كابتن اليوم عم نشوف تشيرين بالموقع جيد رغم الخسارة مع الشرطة بيهدفين مقابل لشيء للمرحلة الأخيرة لكن تشيرين في المقدمة تماما شو بتحكينا على استاذ لحنا من بداية الدورة كان هدفنا أنه يظهر تشيرين بشكل جيد والحمد لله درنا توفقنا بهالي الصالح نحن من سنوات 3-4 سنين لهلأ ما كنا مرتاحين مثل هلأ بالنقاط بالترتيب كنا دائما بمحور بين الهبوط نهرب من الهبوط نقدم شوي بالترتيب هلأ الحمد لله نحن بمركز رابع ولهلأ إن شاء الله أمالنا موجودة أنه نفوت على 3 خسارة الشرطة كانت صعبة بالنسبة لنا لأنه نحن كنا حطين عليها أمال كتير بس إن شاء الله هي منهاية العالم وفي عنا لسه أربع مباريات لازم نفوز فيهم بيعتقد بيكون أمورنا بإيدنا وعنا مصابقة كأس الجمهورية كمان إن شاء الله يكون فيها تعويجة هلأ بالنسبة لفريق الشرين اليوم عم نشوفوا أنه بياخد تسع نقاط من أصل 15 يعني نتيجة كتير جيدة نحن كنا بنتأمل يكون النتائج أحسن من هيك على أرضنا خاصة بس فيه كمان عدة عوامل ما كتير ساعدت مباراة الشرطة ما رح نقول إنها مباراة كارسية بالنسبة لنا بالنهاية هو فريق الشرطة فريق بير كتير وإحنا أحلامنا فورا طغيت لعالم استوى بس بالنهاية فريق الشرطة هو فريق متوازن ومنضبط ومستقر خلال سنوات طويلة وميزانية بكل الأمور اللي عنده فلحنا حاولنا إنه نكون نطمح أكتر وإن شاء الله لهلأ الطموح موجود يعني مباراة راحت بظروف يعني كل تابع المباراة كاننا بأي دقيقة قادرين انعادل بنفوز يعني بس صار بعض ظروف المباراة وخلص وطلعت الأمور بيدنا مباراة اخسرناها وراحت بحال سبيلة طبعا يعني أيضا الشرطة ب34 نقطة هو في المركز الثاني يعني 25 نقطة لنادي شرين له مباراة مؤجلة في حال أيضا فاز على نادي الوحدي يعني بيصبح معه 28 نقطة 28 نقطة يعني ليست بكارسي يعني ممكن لقاء الاتحاد أيضا هو يكون مفسد إن شاء الله أكيد لحنا آماننا حاليا من الحصرة أنه مباراة مع الاتحاد إن شاء الله نحقق نتيجة إيجابية والوحدي أيضا لحنا لازم هلأ إذا حابين نستمر لازم نربح الأربع مباريات البقيان صحيح وفي حال اللي ربحناهن بعتقد يعني مثل ما بقول أمرنا معلق بيدنا ما بيد أي نادي تاني يعني لعند البكرة يعني الشرين مع الوثب مع الوثب وبعدها مع الاتحاد وبعدها مع مصبط بانياس وفي مباراة مؤجلة مباراة الوحدة نعم نحن نحطينهم براسنا إن شاء الله هذول المباريات يكون لأربع فوز في حال ما حققنا أربع فوز فبكون نحن فعلا ممنستاهل نتأهل للدور الثاني ومنبارك للفرق بتأهلته هلأ الجمهور اللي عم يشوفنا أيضا التشريني تحديدا يعني مباراة التشرين والشرطة اللي فاز فيها الشرطة بعد أفين مقابل لا شيء لازم يكون عندنا تصور يعني يا جماعة يعني شيء واقعي حصل في الملعب تشرين قدم ما عليه والشرطة قدم ما عليه لكن يعني أستاذ محمد عم يحكي كلام منطق أنه يعني شوفوا تحضيرات نادي الشرطة وشوفوا تحضيرات نادي تشرين نحن أستاذ بعد ما تخلنا الدوري ببا بصير نحط حجاج بس لحنا فعلا بعيدين عن أنديت الهيئات بشكل خاص وحتى لحنا كنادي تشرين مثل ما إنه إمكانيات حاولنا نتفوق أنفسنا بكل شيء إداريا وفنيا هل بنتقدونك مثل ما حكى فاجي إبراهيم إنه بدنا 50 سنين حتى نوصل لما حول يابان نحن تادل بمعناة الانتقاد تماما نحن نكون عندنا نفس المساواة بالفرص بيننا وبيننا أنديتاني وبالإمكانيات نحن ما بدنا 50 سنين نحن السنة الجاي من حالة نتيجة كننا المركز الأول أكيد نحن عندنا مواهب ونادي تشرين دائما يعني هو دخل احتراف أصلا ببداية على البلد أول فريق يمكن محترف من سبعة وثمانين وقد جبنا النجوم وجبنا العام يعني هذا الحكي فخر لأنه بداية شيء نادي كبير بس نحن متأخرين كنا نحن كنا متأخرين من السنوات الماضية في تأصير بالعمل هالسنة بلشنا متأخرين كمان عدم استقرار إدارة إجا رئيس نادي راح رئيس نادي بس المهم قدرنا بجهود رئيس النادي الجديد الحمدلله نتائجنا من أحسن نتائج أندي المحافظة يعني هلأ بالنسبة للنتائج يعني أربعة أهداف فقط داخل مرمى تماما يعني لليوم نحن لليوم نحن ثلاثة خسارات ثلاثة خسارات من الوحدة والشرطة ثلاثة فوز واثنين تعابلة تماما نعم لا معناها أربعة فوز أربعة فوز تمام نحن المهم نتائجنا كويسة يعني الحمدلله وإن شاء الله جاي الأيام يعني ما نهاية الدنيا نحن حكينا أنه نادي الاتحاد اللي هو متصدر تقريبا هلأ بمجموعة الشابة صلوا خمس سنين نفس المجموعة خلال ربع سنوات عم يدهدد وفي سنة منه هبط للدرجة الثانية بموسم واحد فقط تماما في موسم هبط للدرجة الثانية ولكن بإلغاء الهبوط استمر صحيح واليوم لاقيه أنه هو متصدر يعني اليوم العمل ما بصير هو وليد لحظة لازم يكون فيه تحضير وسنوات هلأ عنا مجموعة شابة أخذنا قرار من كام يوم التجديد استراع بالتجديد عقود كتير من اللعبين نعم حتى اللحن اللعبين بعض اللي انتقدنا أنه اللعبين اللي وقعناهم بعد منحلة الإياب فهن ثلاثة منهم وقعناهم لموسمين يعني ما وقعناهم كرمال هالشهر يعني ممكن استفادي منهم بالوصل نحن كاستراتيجية كنا حطين ببانا الاستفادة منهم حتى في حالة أهلنا للدور الستة أيضا في كاس الجمهورية تماما يعني يعني في عالم انتقدتنا أنه اليوم جبت اللعب الفلاني من أول لعبة يعني وقعناها قبل المباريات الإيابة بيوم أنه تاني يوم ليش ما نزلتوه نحن ما جايبين مشان نلعبوا بكرة نحن عنا فريق وفريق منيح وبقدر الإمكانية هذول كريات ان احنا تعاقدنا معا للاستقبل طيب يعني هذا الكلام كلام جيد وواقعي كما ذكرت يعني كابتن محمد عم يحكي بشكل واقع بمباراة التشترين والشرطة اللي صارت من يومين يعني شو اللي حصل يعني تشترين بأول ما نزل في بداية المباراة كان جيد نوعا ما لكن شفنا تكتيك عالي من الشرطة تماما بس شو اللي حصل بالمباراة الشرطة نازل المباراة مباراة مصيرية بالنسبة لأله يعني أكون أو لا أكون خاصة بعد تعثروا بالمباراة الصابقة كان مع النضال مع فريق النضال نزل وكانوا أدى هني فريق ما فينا ننكر هو فريق عنده نفس البطولة فريق خلال سنوات طالع مشارك بآسيا عنده نفس البطولة تشترين للأسف استلهي لأ ما عنا كنا بعيدين عن منصات التتويج أو عن مراكز الأولى صلنا سنوات لعبين ننزلوا بحماس زايد جمهورنا بحماس زايد لحنا كأشخاص نازلين بدنا هالمباراة كمان والله ياريت يعني زملائنا بالكونترون اللي يحطونا مشاهد من مباراة تشترين والشرطة الأخيرة يعني أكيد يعني موضوع تشترين والشرطة يعني مباراة مومي لذلك متابعة المشاهد مع الكلام مومي بل مومي إحنا نزلنا على المباراة مباراة كانت ماشية بشكل جيد صار فيها شوية ممكن خطأ من دفاع من أحد اللاعبين لعبنا بناقص لاعب إجتنا ضربة جزاء ما استغليناها لو استغليناها كان الأمور كمان كدير بغيبة يعني تحول الموضوع بشكل كامل يعني يعني فيه بالنهاية فيه كمان بكل العوامل فيه عامل هو الأهم هو عامل الحظ نعم يعني شوف يعني لقطات من مباراة تشين والشرطة يعني يعني انت شوف الروح العالي اللي لعبيننا الحماس كانوا حابين يعملوا شيء وكمان الشرطة بنفس الوقت يعني لعب بمنطقية وبتركيز عالي المستوى صحيب كابتين موضوع التحكيم يعني كيف شفتوا الموضوع التحكيم أنا يعني تابعت الموضوع خاصة على شبك التواصل الاجتماعي كمان فيه نسبي عالي أكدت أنه التحكيم كان جيد جيد جدا نحن نشكر الحكم صفان عصمان نشكر أي حكم حكمنا للصراحة نحن ما فينا نلوم أي حكم يعني فيه أخطاء من التحكيم بس يكون الأخطاء على الفريقين ما خطأ موجه وطبعا الجمهور جمهور انفعالي جمهور يعني جمهور انفعالي بده يضغط عليك وبيضغط على الحكم وحتى نحن فيه عنا ثقافة كمان نتمنى نخلص منها للكادئ كوادر فنية للفرق كلياتا عندها رؤية أنه ممكن إذا إحنا عيطنا على الخط نضغط على الحكم نعم العامل ضغط على الحكم نعم إنه مشان يعطينا حقنا ما أكتر من هاي نعم بل إحنا بالعكس لازم نترك الحكم بهدوء ويكون تركيزه عالي بنقعد بنشوف الفريق المنافس عبي يضغط كمان إحنا نضغط هلأ يعني بتشوف أحيان مثلا الجمهور يعني اللي بجرد صافرة الحكم يعني عم يصفر يعني يعني يطلع وي يشتم ويطلع يعني نحنا منحب له جمهور تشرين جمهور ما جمهور كبير جمهور عظيم يعني جمهور بس دائما الجمهور لازم بس يكون واقعي أيضا أكيد ما أهلأ جمهور العديد من درجات معنوك صافر الحكم والله يجي فيه من مختلف فئات الشعب يعني فيه المثقف فيه شوي ثقافة أهل عاطفة اندفاع كتير أي صافرة بيصفرها الحكم ممكن تزرجوا وهي لا هي صحية ما عندهم هنا شهادات بالتحكيم ولا عندهم شهادات بالتدريب طلع فلان دخل فلان هذي من باب عاطفة مع أكتاب وهي حلاوة الجمهور أنه بعاطفيته يشتغل على كل حال معي على هاتف الأستاذ محمد كوسى عضو اتحاد كورت القدم في سوريا ورئيس رجل الحكم في سوريا أستاذ محمد كيفك يسعد مساك أهلين ساذ أحمد تحياتي إليك وضيفك كريم الله يخلي كيف أحوالك تمام خليلي إياك يا رب هلأ قبل البداية بأي سؤال بالنسبة لموضوع مباراة تشين والشرطة سؤال لاتحاد كورت القدم في سوريا اللي عمل تعديل بمواعيد مباريات المجموعة الأولى ليش ما عملتوا بمواعيد المجموعة الثانية بصراحة ساذ أحمد أنا اليوم سأل لجت مسابقات باتحاد كورت القدم طبعا توقيت عمله اتحاد كورت القدم لناها على رغبة الاندي بدمشق هلأ الاندي عند مجموعة التي تطلب إقامة المباريات تطلب عشر ثلاثة سوءا بمجموعة دمشق اتحاد كورت القدم طورا بوافع ما عنده مشكلة يعني الأمر متوقف على الاندي المشاركة بمجموعة الثانية يتعلق بالاندي بدمشق الاندي مؤظمة طالب إن المباراة مؤظمة نعم قول طالب المباراة إن أخر المباراة مربحش ثلاثة بدلا من 11 لتنكين هاي على كل حال الأستاذ محمد محشي صار عنده خبر بالموضوع بيكي بيخبر الاندي يعني بعدين يصار إحنا كموضوع الإعلام الرياضي ننتابع بشكل أفضل ما أنه يكون مصير فكير يا فتاح يا علي من روح على المباراة يعني نحي معنا مش بي أستاذ أحمد ما عنا مش بي أول شي بنرجح تحية لأستاذ محمد اللي هو فخر لنا بكل شي تحكيميا بالذات وهلأ بعضوية اتحاد الكرة بس أستاذ محمد أنتو عضاء تحاد كرة أنتو بتعرفوا مصلحتنا أكثر مننا بفترض نتمنى أنتو بتنظرو بهذا الموضوع ما ننطر عن عندي اليوم عندي بيكيلك هلا أنا إذا طلبت من نادي فرضا إنو بديلعب ببورة 11 بفكر الله مصلحتي بيلي لا ما برعبأ لساعة كذا مثلا يعني بيكون الكهات كرة هو المصير يعني أكيد عندكم النظرة وأنتو الخبراء وماشاء الله عليكم يلا هذا الأمر عندكم يا أستاذ محمد حبيبي أستاذ أحمد أول شي بيسكر بيسكر صديقك محمد نحشيه من عبدالغالي عني كتير بيسكره كتير بيسكر سمعته باللحظة الأخيرة بيسكر صراحته بيسكر جرحته بتقييم الحالي الحقيقة كأنه هو لسان حالنا الموضوع بس أنا ما قلت له أنت حكي مع الأندي أنا بتمنى الأندي تطلب الانتحاك لقدام أن الوقت بسوة بمجموعة دمشق مدام المجموعة ماشي ما في اعتراضات بتوقيت محدد مسبقا اتحاد كل قدم ارتعى أنه يستمر بهذا الموضوع هاوي مش الموضوع الجمهور أيضا يعني أستاذ محمد سمع هلأ بنرجع عن شرطة وتشترين أستاذ أحمد شرطة وتشترين سمع لو سمحت لي ضيف نصة المبارس متشنجي متوترة قبل ما تبدأ بكل صراحة أنا حضرت الشرط الأول وتنقلت لثلاث ملاعب بنفس اليوم كيف يعني أستاذ محمد كانت أمور متشنجي الأجواء متوترة قبل بداية النبارة طبعا طبعا نتمنى الأمور تاخد تنافسي شريفي وهي حق طبيعي لكل فريق لكن الأجواء كانت مشحونة لأسلام أنا وبعرفة ليش يعني ومثل ما قالك الكابتن محمد أنه عمليه تضغط على الحاجة أنا بتمنى نحن نبحث عن الأساليب نطور مستوياتنا الفنية نطور أداءنا الفني نبحث عن الأساليب تكتيكية وتكنيكية دون نبحث عن الأساليب أنا ما أموجه رسالتي لأي فريق أستاذ أحمد لكل عنديتنا نبتعد عن موضوع الضغوط على الحكم الحكم عنده رغبة شديدة يكون صديق الكل بالنسبة للموضوع هذا تحديدا أستاذ محمد أنا خليني أنا شفت حالي يعني شفتها بعدة مباريات للادي شرين الكادر الفني عم بيحاول دائما يضغط على الحكم ويضغط على اللاعبين عم يوتر الجمهور بها الحالي يعني الكادر الفني الاحتياطي لنادي شرين أنت معي ولا شو؟ أنا شفتهم أنا شفتهم بأكثر مباراة بأكثر مباراة عدد كبير من الكادر الإداري والفني موجود موجود على تذكي بيتجاوزوا تذكة الاحتياط موجودين للأسف مو استشرين في عندي كمان أخرى من نفس القصة أستاذ أحمد شا ما نظم تشرين لا تشرين نعم نعم الأخ محمد موجود عم يستعلم نعم نحنا عم نحنا عم نحكي عن استشرين لذلك تمام عم يشين كونه الصديق محمد موجود هي تماماً بشوف عدد كبير من الكوادر بإضافة للمدرب موجودين على الخط هلا ما بعض إذا بيقضوا فيها من الضغط على الحكم لكن أنا بشكل عام عم شوف معظم الفراث أنه يلا مضغط على الحكام موجودة ما بينفع هذا الموضوع ما بينفع هلا برأيك يعني موضوع التحكيم كان يبرد تشهيم والشرطة يعني أنا برأي شخصي كان أنه كان جيد جداً يعني صراحة وأيضاً الكابتن محمد محشي قال بأنه كان جيد جداً بالمشمل العام كيف كانت أستاذ أحمد أهم شيء نحن كمعنيين بالتحكيم بهمنا هل هناك أخطاء مؤثرة ارتكب الحكم لمصلحة أحد الفريقين هل هناك الجزاء لم يحتسبها الحكم لأحد الفريقين هل هناك هدف ملغى لأحد الفريقين لكن خطأ بنص الملعب خطأ عند خط التماس هاي أمور بتصير كل المباريات إذن هون من قيم الأداء التحكيمي الأداء التحكيمي كان مباراة جيد إلى أكثر من جيد كمان رغم عدم تعاون لعدي الفريقين مع طاخل التحكيم ثلاث المباراة متوترة أنا باعتقادي الشوت الأول شبته وتابعته شوت ثاني من خلال مقيمي الحكام وشويت الفيديو الأداء التحكيمي كان جيد جدا بهاي المباراة كان عندك حكي كابتن محمد لا أبد نسع موضوع الاطراض نحن طبعا مشكور الأستاذ محمد نحن منعشوا معاناتهم خاصة بالتحكيم حاليا هنه ضمن الإمكانيات الموجودة تحكيميا هنه بيعتبر عشرة على عشرة بس حتى الأستاذ محمد بيعرف أنه في شوي هلأ حاليا قلة حكام ممكن حتى في حكام عم نستعين فيهم صحيح كمان الحكام عمت بحكي مبارتين بأسبوع واحد وبضغط كمان ومحمة الله يعني بالنها يروح بس لحنا ما منضغط إلا بنحاول أنه حتى ما من فينا نخفي عن حالنا أنه في حكام بضيعه بالمبارات بنحاول ناخد حقنا كمان ونشوف الفريق المنافس عم يضغط نحن مننا نضغط يعني يعني ايام حتى استعاز الجمهور مثلا على عطفيا حمرا يا حكام تلقاه مثلا ممكن رد يعني فرضا كابتن محمد يعني موضوع الجمهور أيضا كيف يمكن ضبطه خاصة أنه ساعدل بيشوف أنه كادر فني على الخط يعني عم بيصير الموضوع كيف ممكن ضبط المساعدة أنا أنا بقول لك كيف أول شيء بجمهورنا نحن أول شيء نتمنى يحضر جمهورنا أستاذ أحمد طبعا هذا أهم شيء كأندي وكأعلام وكأنتحاك والقدام نتمنى أحضر الجمهور على العكس تماما كان جمهور تشرين تشرين بها المباراة هو الأعلام الفارقة هو الأعلام الفارقة بصراحة يعني وكنا نحن مشتاقين لنشوف الجمهور لكن نحن كإداريين إذا ضبطنا إذا ضبطنا عصابنا إيش يصدقني بتعكف إيجابا حتى على الجمهور صحيح نحن متوترين مباراة مهمة لازم نكون نحن متوترين بشكل إيجابي لكن موضوع الضغط على الحكام متبأة لأخ محمد أنا ما قلت تشرين بس لا حرام نظم تشرين مو أظم أنديدنا بيحاولوا يستخدموا هذا الاسلوب أنا بتقدير هذا الاسلوب ولا يعني ما عاد يستفيد شيء الحكام مراقب الحكام في كذا عضو الحكام عم يراقبوا طيب على المسألة تحديدا كانت محمد أنه كان فيه مسألة أنه تهجم أيضا كوادر لدي الشرطة على الحكام وأيضا هناك كان شتائم على الحكام اسمت بيش شيء ولا شو؟ أنا الشرطة الثانية هذا الحكي صار عمل أنا نتقبل من خلال تقرير مقدم للكم يعني؟ تقرير مقدم اتحادا أنا عندي تقرير مقيم الحكام فلكن مليخ الأمر في هذا الموضوع موجود ضبط الجمهور ليس جمهور تشرين فقط ضبط أي جمهور بإجراءات رادية من اتحاد كروت القدم هذا مفترض يكون هيك لكن لكن هلأ جمهور تشرين مثل ما قلت أنا هو فكهة الملاعب نحن حريصين عليه حريصين يشجع فريه وبتهزيم وباتخلاط عالي لأن الحك إن شاء الله أنا بيتشكرك جزيلا شكر على أستاذ محمد كوسى عضو طيحات كروت القدم في سوريا ورئيس لجنة الحكام في سوريا شكرا جزيلا لك شكرا 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 اسمعت كبتل محمد يعني أستاذ محمد عبي يحكي بعقلانية كبيرة لكن حطينا بالصورة أنه حتى كوادر الشرطة أنه تهجم على الحكم هنا في شي اسمه تهجم نحن ما حدا تهجم في انتقاد في بعض المبارات كلياتنا نحنا براكلانهم ونالوا للحكم يعطيك العافية طبعا هذي بعض المبارات خلص بس كمان هيك كمان إذا كانت كرة القدم مبارات هاتية جدا مصير شطرنج يعني حلوها للقصص هاي مزبوط صحيح حاليا يعني اللي انت بتروح على أوروبا بتشوف أي ما الدنيا وقاعدة المدرب السماء من محله يعني خلص عاطي توجيهاته قبل المبارات بيقعد ممكن إذا كتير شخص بوجه والكل قاعد عم يتفرج وعم يأكل علكة صلاحة حتى موضوعا فيه كوادر حتى في أوروبا نحن إذا بدنا ناخد مسأل يعني كل العالمية هي في أوروبا تحديدا حتى فيه كوادر تتهجم أيضا على الحكام بس بنسبة أقالي يعني تماما نحن بنسبة أكتر نحن مكتير يعني يعني هن عندهم واحد المية بيقوم بيعيط بالهجم 110 مم هل أنا بدي أرجح رسالي لجمهورنا الحبيب جمهور تشرين جمهور تشرين من أروع جمهور في سوريا وفي الوطن العربي صراحة على يعني تعداد السكان الموجود في مدينة اللازقية قياسا له الموضوع هذا بتشوف أن الملعب يعني متلع يعني والحمد الله يعني أنا بدي أرجح تحية لجمهورنا الحبيب وضرورة ضبط العصاب وخاصة أنه نادي تشرين على الطريق الصحيح لا لا نحن الحمد الله جمهورنا طبعا داعم لأنه بكل شي وجودهم يعني بتلاقي اللاعبين بيمبسطوا بيفرحوا أنه نحن عملي لعب قدام هيك جمهور طبعا بكل جمهور بجمهور بكون في مثلا قلة متعصبة زيادة عمر العمر صغار بالعمر ممكن كمان هذا يكون انفعالا أكتر بسمى جمهور تشرين بمثل هو شرائح من كافة المجتمع عنا ومنحيي لجمهور تشرين تماما هو نشتغل كما جمهور تشرين أنا صراحة أنساعد بعلق على المباراة يعني أنا بتبني يكون الجمهور بجنبي تماما حرارة الجمهور عم توصل أيضا للتعليق صراحة يعني هاي حتى كان استاذ محمد مرة عظيم محمد كوسة من الشرق وتحية يعني حكينا مداعبة أنه حتى الحكم صار مش لا يسمع مسبب بدانه يعني صحيح على كل حال يعني بعد المباراة انتم اجتمعتم مع اللاعبين أكيد تاني يوم شو كانت ردود الفعل؟ فقط اللاعبين كانوا حابين يقدموا شي وما أدروا يعني نحنا استاذ قدمنا كل العوامل بس في عام المهم هذا ما بينشره ولا بينجاب هو عامل الحظ يعني نحنا ملاحظين فريق الاتحاد الله يوفقا طبعا منحكي بس خلال خمس مباريات عم يقدروا يفوز بالدقية إلى الأخيرة من المباراة تمام؟ خمس مباريات حسموها بالدقية قائق الأخيرة نحن 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 نكون عالدنا بهيك مباراة يعني مثل ما حكينا عنا ضرب الجزاء عنا فراص كمان الشرطة كان عنده فراص من الجهة لأنه نحن خلاص الموضوع منباركة فريق الشرطة ونتمنى له يستمروا خاصة بقيادته وبدعبين ومتمسره بالسيادة العميد حاتم الغايب نكن له كلمة حبة ومنعتزر إذا كان في أي حدا من جمهورنا أو من كوادرنا تطاول عليهم بعيشي حتى يشوفوا حتى موضوع الرياضة هي بهمة جمهور جدا خاصة جمهور تشرين يعني نشوف أنا خلال متابعتي للتواصل الاجتماعي يعني كل الآراء نصبت على موضوع أنه ليش محمد مرمور نفذ ركض الجزاء يعني محمد مرمور عصابه كانت ممكن يكون شخص آخر يستعز هذا الموضوع كله بيعرف نحن بالمباراة سابقة جدنا ضرب الجزاء كمان محمد مرمور نفذه بنجاح خلال التمرين دائما الكابتن عمار يعطيهم آخر التمرين تشويضها بجزاء يكون هو مية بالمية وخلال المباراة يعني هاي معروفة حالة نفسية قامت من اللاعب رقد وحمل الكرة وهو بدي يسدد ما لازم يراجعه يعني حتى رفاءاته بخافه أنه أخذت منه أمور رفيق ويضيعه فإذا هو الحمل العذاء يعني هي بتكون من صاحب اللهفة هذا ومرمور لو حلق كمان توجيه مدرب كمان هو مرمور يعني ما في مشكلة بس هو حتى اللاعب تسرع يعني هو اعتراف أنه أنا تسرعها تحابب قلت لك هذا كلياته زياء يعني حتى حتى موضوع ضغط يعني تماما حابب تسرعها شوطة ما بس نحاسبه عليا يعني كبار نجوم العالم بيضيع ضربها جزاء ما فينا نقول ليه شاطئ يعني فلان ما شاطئ خلاص نصيبنا يعني هذا نصيب بس ما رح نجبنا حدا غير مهيئ واحد لاعب قبل المباراة حاض الجزاء خلال التمارين ما بضيع يعني خلال فقط اليوم ما ننصيبه طبعا هذا سؤال يعني بخص الجمهور يعني ليش محمد مرمور يعني كمان لو كان شاطئ الكابتين كينان ديب وضيع كان نقلونا ليش شاطئ كينان لو يعني عرفتكي هذه حالة عاطفية اما هي كحالة فنية محمد مرمور من احسن من بسدت يعني بشكل عام من ضربها جزاء او مباشرات اوه تمام ايضا يعني مباراة الغد يعني مع الوسبي يعني الوسبي يعني عم يقدم اداء جيد ايضا حكي نحن نحن بعد مباراة مع الشرطة فورا انتجهنا عجبلة مع الكادر احضرنا مباراة اتحاد الوسبي كانت مباراة رجولية جدا في الوسبي اللي هو ما عنده شي يخسره يعني لا ما عنده كمان حتى دافع للبحث عن النقطة تقريبا ضمن حاله بعيد عن الهبوط وبعيد عن المنافسة طبعا بطلتاش نقطة يعني ومع هيك قدم مباراة رجولية كبيرة وانا برأيي بهالمباراة كان الوسبي اقرب للفوز سجل هدف ولغى مباشر صاح او لا وبالدقيق الاخيرة الاتحاد صار بالتخصص قدروا يسجدوا هدف وفازوا يعني مبارك لان طبعا طبعا يعني ترتيب المجموعة الثانية التي تقام هنا في مدينة الاذقية حتى الاناتحاد 34 نقطة ايضا الشلطة بـ 34 نقطة الواحدة بـ 32 نقطة تشرين بـ 25 نقطة الوثوي بـ 18 نقطة ايضا النضال بـ 17 نقطة ايضا الفتوى بـ 15 نقطة ايضا هناك النواعير 13 نقطة الجهاد بـ 6 نقاط والاخير مصفت بانياس طبعا مصفت بانياس نعمله حلقة اكيد اكيد حرام فريق مشتهد صحيح بس المباراة المهمة يعني يوم السبت القادم مع الاتحاد يعني شو ايضا الاجواء كيف بنادي شرين نحن استاذ مثل ما قلت لك فورا عالجنا موضوع خسارتنا مع الشرطة وصلنا نطلع لها الدام نحن الدوري عن نحن متعاقدنا مع لعبين ليفوزوننا مباراة اذا اخصناها خلاص يأتي نحن خاطرين لا ما صحيح نحن دوري كامل وموسم كامل بجميع نشاطاته نعم حتى بتوجيه من استاذ رئيس النادي مصطفى السلمان مجر تحية وحكى مع اللعبين وحكى محبته مع الكادر طلب الهدوء والانضباط اكتاب صحيح طلب النظر للمستقبل نحن نحس انه الهلأ اماننا موجودة لو بشكل اضعاف لكن اماننا موجودة بيان نقطة تحديدا انا بدي ارجع ايضا للجمهور الجمهور اللي شاف ايضا امبارح عقوبة ابراهيم عبد الله على شبكة التواصل الاجتماعي شو اللي صار بالعقوبة يعني شو صار هلأ بعدين انطوط العقوبة ولا كيف اليوم في اجتماع بيني هالموضوع ابراهيم عبد الله من اللاعبين اللي خدموا نادي تشرين ونحن صرنا بنحسبوه انه ابن نادي تشرين قدم لي عليه بس لحنا كمان اماننا عليه كبيرة هو يعني عفوا منك لاعب محترف عنا اللاعب محترف يعني اتقاضى بالنسبة لنادي الشيء هذا مبلغ كبير مجموع مبالغ ممكن مليونين ثلاثة ممشان يجيب مبارات حساسة ينفعل ويكون مثل اي لاعب هاوي او يطلع بالحمر يعني حتى هبوط المستوى نحن بهيك مباريات نعتبره نوع من اتخاذه يعني ما فيه هبوط مستوى عندنا جاي بلاعب محترف لو بدي انطر هبوط المستوى بلاعب لعب شباب من عندي ممكن اللاعب يكون لا ممكن اللاعب يكون مني اللي صار فيه شوية معطيات للصراحة أسنا ما تأكدنا مية بالمية واتهامات فيه وقعات حلال كتير ما بنعرف اذا كان كان القرار متسرع من السادس مصطفى رئيس النادي هلا لحن ما فينا نقول متسرع انت اليوم افوه منك واته بيجيك حدا قبل بيوم بيالك انتبه بكرة بحلقتك بوضي يصير هالأمر المعين نعم وفعلا بصير انت فببقى في مجال للعقل تمام يعني الشك خلص ما ببقى في شك كان يصار في اتهام هلا لحن التحقيق رح يكون بصراحة مما مع ابراهيم عبدالله تأخير رح يكون مع الشخص اللي وصلنا معلومات هل هو حكاها من عقله نعم بس للاسف قلتلك انه من سوء حظ اللاعب انه صارت طمام علي كل حال بدي يتابع الموضوع تحديدا لكن بدينا نبارك لفريق جبلي اللي فاز على الطريعة بهذا فوقه باللشيء في بداية مباريات المجموعة الأولى التي توقع في مدينة دمشق ماي على الهاتف الأستاذ مهدي بصيص المكلب برأسة نادي جبلة أهلا وسهلا فيك أستاذ مهدي 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 كيف حوالك تمام مهدي مهدي الحمد لله تمام هل فبروك فوسكو على الطريعة بيادف مقابل الشيء الله يبارك فيك ويخذيك يعني كان هيك من صوتك تعبان وهيك شيء يعني الله يتكال عافظ صوتنا صوتي تعبان من مبارا لأنه كانت سوئي المباراة أول ربع ساعة ما كانوا الشباب رايتين بالجو نعم الحمد لله الله يتكال وبعدين مشت المباراة مثل ما بدنا وبعدين تعرف الفرحة الواحد بيرص فيها بأيك تعب صوته نعم أستاذ مهدي يعني هذا بعكس الانتقاطات وبعكس ما يحصل في نادي جبلي يعني لسمانة قبل شهر وحتى الآن أنه بنادي جبلي في زعزعة وفي عدم استقرار لكن نتيجة مبارح أكرت عكس ذلك يعني شلي صار والله أستاذ محمد ما فيك بس في حكي من بره حكي شارع نعم أما نتمنى اللي عم بيحكي بالشارع ولي عم بيوصل كان يفوت على الإدارة ويتقل نعم هي على شبكات التواصل الاجتماعية الفريق ما نعصه شي ما نعصه رواتب ما نعصه مخدمات عقود ما نعصه تجهيزات الحجز تمام يعني كل أمورهم كانت كويسة كان عندنا أشكالات بس بالملعب نعم الملعب أنه نحن نتمرن بانياس أشكالات بين الإنشاءات العسكرية وبين اتحاد الرياضي أنه ما يعني خلوكم نتربوا على ملعب البعث بمدين جبل بس على ملعب البعث أنه ما عم نقدر نحن ناخده لي يتمرن الفريق فصار الحق على الإدارة أنه ما عم نتأمن ملعب طيب أنه نحن نحن نتأمن باص لو يطلع الفريق يتدرب بلادية أو يتدرب البانياس أما الملعب يا أخي ما يعطونا يا طيب شو زنب الإدارة مهمة هو حكيم بس مضع ليزا في حكي من بره أنت بتعرف فيه أنا ما سمع في شي هلا هو على كل حال يعني أستاذ مهدي يعني موضوع نادي جبل يعني هلأ هو أصبح بالمركز الرابع بـ 12 نقطة وعنده أيضا مباراة مؤجلة مع الحرية صار في موضوع مباراة جبل والحرية صار في موعد مقرب ليلة ولا كيف لا 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 الظاهر رحلوة نهاية مرحلة الهيام شعار آخر أي حتى شعار آخر على كل حال بديرجع للباراة نفسها يعني كيف كانت المباراة حتى فنيا طليعة ما نوسأل كابتن والله طليعة فريق كبير وكويس ومجهز حاله ومحسن وبين ذهب والهياب يعني حتى المباراة كان مستوها أعلى ومباراة ذهب بكتير نعم والشباب كانوا عائد المسؤولية مثل ما يتلك أول عشر دائق ربع ساعة كان فيه شوية ضياع بالفريق أما بعدين الشباب رجزوا ولعبوا لازم تكون المشكلة أنه ما في نقل حتى يشوفوا المستوى اللي كانت على المباراة مباراة كان مستوى كبير نعم كان من فريق طليعة وكان من فريق جبلة يعني اللاعب مباراة ما كان واحد منهم إلا قدر المسؤولية وقدر الكفاءة اللي أخدها والحمد لله كان المستوى عالي فوق اللي كنا نحن متخيل يعني كل الإمكانيات مقدمة لفريق جبلة حتى الآن الحمد لله والله يحميون ويوفعنا ومبيض وش المحافظة طبعا ألف ببروك لنادي جبلة فوز على الطريعة بيضف مقابل الشي أنا بيتشكرك جزيلا شكر على أستاذ مهدي بصيص منكلب رأس نادي جبلة شكرا جزيلا لك ولكم كل الشكر نحب مبارك له أيضا عيما الكابتن محمد محشي أيضا بيسلم عليك ألف ببروك قل لك سلم لي عني كتير كتير استاذ مهدي بوجودك نادي جبلة بخير أكيد ما شاء الله عليك أنا شفتك عن قرب وشو كفانيك وعملك مع نادي جبلة حبيبي ألف ببروك لألكم إن شاء الله الأحسن وإن شاء الله أيام بتكون عكل الفرق المحافظة أعلى وعلى يا رب شكرا الأستاذ مهدي بصيص الرئيس المكلف بأس نادي جبلة شكرا جزيلا لك شكرا مبروك نادي جبلة هذا فخر أيضا المحافظة الذي أنه يدخل أيضا بالقريب طريعة 13 نقطة جبلة 12 نقطة وعنده مواجلة جبلة نادي بطولات وعند نادي بطولات بيكون بعيد لنحن كلياتنا بيكون في حالة نادي الفتوة كمان نادي بطولات نادي عنده سجل بطولات حافل منتمنى له يعود لملصة هذه هي الرياضة ما بقى بدنا مثل قبل أنه أندي اليوم طلعت على الدوري معك شوية فلوس صارت هي والله بالمراتب الأولى الأمدية هي هي اللي عملت كرة قدم بسوريا أنديت الدير أنديت الساحل الخامات هيدو كل اللي عم بتساءل أنه فتوة نادي جيد ومهارات جيدة لكن أيضا بلعبة الفتوة بتشترين أيضا كان هناك يعني توتر وكان شحن كتير يعني مثلت الكرة القدم أستاذ أحمد هاي متعة كرة القدم هي في دائما في حسابات النقطة هيدا الدوري يعني نحن كمان ما رح نلعب شطرانش نحن نلعب كرة القدم نادي الفتوة كمان كان عنده مشكلة نادي عم يحاول يهرب من الهبوط نادي نحن عم ندور عن منافسة طبعا كل يوم عم يكون ضمن المنافسة الشريفة عم تخلص المبارات الفائز عم يبارك للخسران يعني والخسران طبعا عم يشكر للفائز بلا هيك نحن هاي على كل حال نحن برجعتك على لقطات فريق تشرين والشرطة هاي حالة تضطرد اللي صارت لبراهيم حالة حالة تضطرد ما رح نلوم أكتر براهيم لأنه هو لا يمحاله أكتر مننا بس اندفاعه الزائد روحنا المبارات يعني ما رح نحط النوم على ليلة بس بس لحنا كنا مشيانين بوضع جيد وناطرين أنه نحن نقدر نفوت على المبارات مرة تانية ونفوز نقص العددي لحالة الضغط الازتصار ممكن نكون أحد أسباب لصابتنا المبارات كابتن يعني أيضا فيه سؤال حول يعني الاستفادة من مواقع الإلكترونية اللي تخدم نادي تشرين يعني فيه بعض المواقع عم تسيق لنادي تشرين يعني عنكم حل الموضوع؟ حلال نحن طبعا نتمنى من أي حدا عنده موقع الإلكترونية أو هيك وقد بدي أحكي يكون قريب يعني ما بصير أنا بالله فيه أحد المواقع ما كان موجود بالمبارات وعم يحلل نعم وعم يحلل تماما وانتو ليش أنا اليوم ما في حدا من كل جماهير تشرين بيحب إبراهيم عبد الله أكتر مني لحي ليش؟ نحن موقعين وما نصلنا سنتين على فكرة كافة التزاماتنا المالية معه هو أبضه يعني مقدم عقده أبضه رواتب وكلاته أبضه آخذ مكافأة فوق مقدم العقد من استاذ رئيس النادي من جيبه الشخصي مبلغ منيح هاي مكافأة لأله هالحكي من أسبوع بس مبارك له إجتوا مولودة صغيرة أمنا بواجبو يعني المهم ما أحد يحبوا أكتر مننا بس نحن اليوم غريب يعني معقولنا الاتهامات لا 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 ما هاتهامات لا بصير يعني بصير أخطاء بصير من الطرفين اليوم نحن بشر بالنهاية بس نحن ما بنشتغل بس بالعاطفة ولا بالعاطفة أنا اليوم في لعبين كنا مطالبين فيهم إن هذول أولاد النادي إيش مرجعتوهم ما كرهن فيهم فرضا في لعبين راحوا لعبوا بأنديها تانية بس نحن اليوم بجوزكم مزون يعني مستوىهم يعني كماما أما نحن أكيد مملك رأيه واحد من أولاد نادينا ونتمنى يكون نستفاد من كل أبناء النادي نعم يعني هلا هو تلالك شارج بمسبيل الموضوع أيضا وتشريب يعني نحن من سنوات طويلة ما عم نشوف فريط الشي يعني بهالمستوى الجيد نعم نحن الحمد لله يعني كلاهاتا نحن نحن نحب الجمهور جمهور التشريب رائع بس لازكن في واقع يعني في واقع أكيد أكيد نحن اليوم مثل ما حكي أنا ما بس نطلع عشر درجات ضربة واحدة درجة درجة هاي بداية خير إن شاء الله تكون لعنا يعني أنا بس شوف المبارات رد مرات يعني هلا شوف يعني هم شوف شوفت الكادر التشريب شوفت الكادر هلا هذا المنظر هو اللي عم بيصير موضوع الجمهور صراحة تماما طب ليش يعني الكادر لازكننا على هلا على فكرة حتى الكادر رجع الله ما شايفين الحالات مثل الحكم اللي هو بيكون أقرب للكل والله شوفتنا لزجاجات المأس شوفتنا نشتكنا صراحة طبعا هاي كدياتا هلا لحنا ما بصير نقول نرجع هاي كلمة بس بالنهاية العنوان الرسمي لها المبارات إنه نحن حابين هدول الشباب بيحبوا النادي جمهور بيحب النادي الكادر بيحب النادي اللي حقه بحقه يعني حقه يعني يعبر أكيد بس بها الطريقة يعني صراحة نحن اليوم هاي متل ما أنا بنزج من كادري إنه يعمل هيك بس نفس الوقت أنا كمان بقدر محبته وحرصه إنه نفوز بهيك مبارات يعني برأيك يعني هلأ موضوع مثلا الكادر الفني لنادي تشرين لازيكون من المنضبط أكتر من اللازمة ومش بيحكمة واضية استاذ هذا موضوع نسبي نحن اليوم كمان الحكم مي مكان نحن ما بنحكي عن المبارات طبعا نحن ما بنحكي عن كادر الحكم ما نقالي حكمان الحكام عم بتخطأ ونحن شايفين وغير منا شايف بقى الهون بصير مبدأ الشك إنه هل في شي مقصود أو غير مقصود نعم الحكم طبعا هتنلاقي عم يخطأ مع الفريقين نعرف إنه هذا هو بشر وخطاء أما إنه يكون الخطأ على نادي واحد فقط فهون نحن منلوم ومنعصر هو يعني لكل حال يعني ما رح نحكي عن كادر تشرين لوحده بس يعني كل الكوادر يعني بالأندي الموجود يعني نحن عفوا منك بالدور السوري بالدور السوري لسه الثقافة هاي ما وصلت لعنا إنه نعود على مقاعدنا ونحاسب بعد المبارات حتى نحن ما عم نلاقي محاسب يا عفوا منك بعد حكم بيضيع لك ضرب الجزاء ما بيجي بيقول لك تعاخوة ثلاثناء خلص يعني إذا ما أخد حقك بوقته راحك هل هو يعني موضوع المحاسبة للحكم يعني في كل العالم يعني هي قوانين تماماً يعني هي قانون اللعبة هيك قانون احتراف بك معنى الكامل يعني يعني حكم يتقاضى مثلاً أربع تلاف فر مش بذكر صحيح نحن نخاف يعني نحن بيجي حكم المحافظة المحافظة منحب نقوم باجر منخاف ما ينفهم غير شي الموضوع وإلا هن ضيوفنا بالله دية نتمنى لكل الفرق لكل حدا شوفينا نقدم لهم ما ونقصرين ويعني كل حال المشاهد اللي شوفناها مشين وطرتنا شفية كنا بنشلح كماني هالزجاجات هاي متعة كرة القدم نستاذوا نحن مثل ما قلت لك الحمد لله ما في شي مبيت أو ما في شي ضد شخص معي صحيح نحن كل مبارات إلى ظروفة الحكي ما بس ناد شنين كل عندي يعني عفوا منك هلا كنا عم نشكرهم لنادي الفتوة وهيك بس كمان كنا نروح مثلا جمهور الدير هو من جماهير كانت كتير محبة لناديها يعني جمهور تشرين وأفضل الجمهور في سوريا صلاحة لا يعني تماما حتى جمهور كل عندي اللي عنده جماهير كبيرة هي نفس القصة بعدين ما منسى يعني أنه والله لمجرد خطأ ما من جمهور في مبارات ما لكن واحد يرجع سنوات سابقا يعني عب الملعب يعني مرازر رائعة عفوا منك الجمهور لا يخطئ كيف لا يخطئ نحن ما منعرف مين صاحب الخطأ ما فينا كان بفترة كان في عقوبات للجمهور فعلا صارت حالات أنه يجي خمسة ستة من جمهور نادي تاني سيء مع جمهورنا مشان يتعاقب النادي إنه لنا مبارات أو كذا هلأ رسالة للجمهور شو بتوجه الجمهورنا جمهور كبير ونحن نتمنى أنه يشوفوا يتمتعوا بكرت القدم وبنادي تشرين راجع إن شاء الله على البطولات نتمنى الاستقرار يعني هلأ اللي صار هالسنة برجع بوصل وسنوات ما صار من كافة النواحي الموسم القادم ما دي يكون يعني شيء تاني باللسفل نحن إن شاء الله بتصاعد بياني مثل ما بقوله كل سنة نحن للأعلى إن شاء الله في حال ظل في استقرار نحن نادي تشرين نادي فقير ماديا نادي لا يملك أي شيء مؤهلات ما عنده ملعب خاص نحن عنا معاناة بالتمرين عنا معاناة بكل شيء بالمقر مقرنا غرفة وحدة تمام لهيك نحن ما عنا الإمكانيات نحن مننتظر يجوا أشخاص محبين للنادي مثل حاليا الاستاذ مصطفى سلمان لنقدر نرجع النادي لطريق الصح لطريق البطولات نعم نتمنى من الجمهور يساند الإدارة يعرف أن الإدارة كل ياتنا ما قصرنا حاولنا نعمل حتى أنا أخطأت الكل أخطأ ما في حدا اللي بدي يعمل اللي بدي يخطأ يعني بتعبكم بضيع بنهاية لحنا تحت شعار نعملنا اللي علينا وحب تنسك يعني أنا من ناحيتي بناء مرتاح أنا عملت اللي بيقدر عليه رئيس النادي عمل اللي بيقدر عليه نادي حاليا نحن خالصين من 95% مقدمات للعقوب جيد يعني مبالغ تافة بقيانة قليلة كتير ما إجا موعدة يعني ما نفي تأصير رواتب عم يأخذوا مكافآت كل اللي عم يأخذوا نعم الإدارة ما أسرها اللعبين يعطيها العافية إن كانياتهم وزيادة بس كمان في عالم أكتر من هنا يعني نحن اليوم أدما كنا ما بصير ما ما قولت في جبراهيم أن نروح اليابان بس يعني كمان نحن في شي واقعي في عالم غير ما تشتغل صحي على كل حال صورة مطمئنة بالنسبة لفريق لنادي تشرين وخاصة لفريق رجال كورت القدم وهي رسالة واضحة يعني من مدير التنفيذي لنادي تشرين إلى جمهورنا الحبيب اللي منعتز فيه وطبعا هذا حق يعني أنه يعبر لكن في طرق معينة لموضوع التعبير أنا بدي أتشكرك جزيلا شكر الكابتن محمد محشين مدير التنفيذي لنادي تشرين شكرا لك وده اهتمامك الدائما نحن نتشكر فيك أنت بتابعنا لحظة بلحظة رجبنا والله يعطيكونا عافية كلام في الرياضة لا ينتهي خاصة على أنديت المحافظة سواء تشرين أو حطين أو جبلة الله يعطينا العافية كل من يعمل في الأندية الثلاثة كلام في الرياضة لا ينتهي شكرا لمتابعتكم وللقاء